ونبدأ بأول حلم ما بعطلنا في واحدة بعدها بتقول انها حلمت انها بتسرخ جامد جدا جدا وصوتها لا يتوقف عن السريخ ده معناه ايه او دلالته ايه طيب نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا احلام الصراخ في المنام بيبقى في عوامل نفسية او خلفية نفسية ليه الرأي يقما مخنوق فعلا في الواقع حاجة مدايقة حاجة هو خايف منها مخاوف كبيرة بالنسبة له مش عارف يعدي منها وبالتالي يجد ايه يجد انه بيجي في المنام بيفرغ عن تلك الرغبات وتلك المسائل من القلق يبتلي الصراخ يبتدي يبتلي البكاء يعني فيه ناس يقولك الرؤية بتيجي بالعكس فيه فعلا فيه ناس رؤيتها بتيجي بالعكس يعني البكاء يأتي فرح الصراخ يأتي فرح بتبقى رؤية عكسية كذلك يقولك الفرح بيبقى حزن كذلك الموت يبقى حياة فيه بتبقى حاجات في المنام بتبقى نوادر بتبقى ايه على سبيل النوادر انما هنا الصراخ في الحالة دي كما انا استشعر بيها انه ممكن يبقى فيه خلفيات يتقلق شوية من حاجة اضطراب وبالتالي يأتي الصراخ للتنفيس عن الحالة النفسية بتاعت الانسان طيب هل ممكن يبقى ليها مرضوط سيء بقى في الواقع لا ليه بقى لقى حقيقة اننا يا جماعة ان الناس كتير مش روك دابالها منه ان الرؤية بتبقى قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى فيبقى الامر ان ربنا سبحانه وتعالى بدلا ما يجيب لك الموضوع في الحقيقة يجيبهو لك في المنام يعني واحد يشوف مثلا رجلين قصرت في المنام بلما تنقصر في الحقيقة ويبتدي يعاني وهو مسؤول مثلا عن اسرة او كده وكأن قدره ان يبقى في المسألة دي فيه يعني هو لازم تصيبه تلك المسألة فربنا تخفيفا علينا او فينا يعمل ايه يجيبهلك في المنام لان المنام والواقع عالمان متوازيان للانسان نأخذ من الواقع للمنام ونأخذ من المنام للواقع في حالات فردية وليست حالات جامعية وبالتالي لما يجي الصراخ في المنام بقى في الحالة بتاعة الاستاذة كده مثلا اللي بتتكلم في قالت حلمها يبتدي هنا المسألة اللي فيها هم او غم او حزن تجي لها في المنام يبقى اذا الواقع سيكون بالنسبة لها مستقرا بأمر الله بس الشيخ عقد هل ده فعلا بيقلل من الاضطراب الداخلي ولا مجرد انه بيبقى يعني بيبين الحالة النفسية اللي في الحياة الاتنين يعني برضو بيساعد على انه يخرج الاضطراب ده بيعكس الاضطراب على ان الحالة النفسية تتحسن شوية انت تعرفي في اليابان كانوا عاملين غرف للناس اللي هي الاغنياء اللي هم مش عارفين ينفسوا عن رغباتهم في الواقع يعني لوحد بس عايز يسرخ عايز يضرب حد مثلا مش قابلوا معرفش ايه